طلاب الأعزاء الصف الثاني الثانوي إنسانيات أصعد الله أوقاتكم عنوان درسنا اليوم الله والحرية الإنسانية بداية علينا تحديد أهداف هذه الحصة الدراسية فعليكم أولا معرفة تاريخ الحرية في العصر الإسلامي ثانيا التعرف إلى الإشكالية الأساسية التي اختلف حولها علماء الكلام في موضوع الحرية وثالثا التعرف إلى أبرز الفرق الكلامية الإسلامية التي تناولت موضوع الحرية وأبرزها إثناثان القدرية والجبرية المقدمة العامة لهذا الدرس تعد قضية حرية الإنسان من القضايا المهمة التي انشغل بها الفكر الديني والفلسفي على مدار التاريخ الإنساني ولقد احتلت هذه القضية مكانتها البارزة في تاريخ علم الكلام في الثقافة الإسلامية ذلك أن هذه المسألة هي مسألة الإنسان أمام الطبيعة والمجتمع والزمان والمصير والله نفسه وهذا ما دفع بالفكر البشري إلى إيلاء مسألة الحرية الاهتمام الكبير وعالجت الفلسفة العربية موضوع الحرية من زاوية علاقة الله بالإنسان وتحت عنوان الجبر والاختيار ذلك أن مسألة الحرية ارتبطت بالمسؤولية الإنسانية والعدل الإلهي في الإسلام وأصبحت موضوعا أساسيا في جدل علماء الكلام وباتت مشكلة الفكر الإسلامي الأولى لدى الفرق الإسلامية التي ارتبطت معظمها إن في نشأتها أو في تاريخها بموضوع الحرية وعالجتها تحت إشكالية عامة وهي هل الإنسان مسير أم مخير؟ وقد ظهرت أصول هذه المسألة عند لاهوتيي المسيحيين كيحن الدمشقي الذي قال بحرية الإنسان واندفع المسلمون إلى دراستها بسبب الآيات التي تقود إلى الاعتقاد بإمكانية الحرية في هذه الآية وعدمها في آية أخرى وهذا ما أدى إلى ظهور الجبرية والقدرية ومن ثم المعتزلة والأشعرية الإشكالية ما حقيقة حرية الإنسان في ظل الحكم الإلهي الكلي؟ هل يملك الإنسان مشيئة حرة بعيدا عن مشيئة الله وإرادته؟ وهل أفعال الإنسان من خلقه واختياره أم من خلق الله وإيجاده؟ وهل الإنسان مسير في أفعاله أم مخير؟ في الإجابة عن هذه الإشكاليات وغيرها ناقشت فرق ومذاهب عديدة هذا الطرح فانقسمت حولها الآراء والأفكار وتعددت الإجابات بتعدد القراءات اللغوية والنفسية والبيئية والسياسية لكل منها ويمكن لنا أن نوجز أهم تلك المذاهب من خلال النماذج الآتية أولا الجبرية وتسمى الجهمية وتقول مع زعيمها جهم بن صفوان إن الإنسان لا يقدر على شيء ولا يوصف بالاستطاعة إنما هو مجبر في أفعاله ولا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار كما يجري الماء ويسقط الحجر ويتحرك الهواء كذلك تصدر الأفعال عن الإنسان وتنسب إليه مجازا وهكذا يكون العبد في نظر هذه الفرقة مجبرا في أفعاله تسيره الإرادة الإلهية في كل ما يصدر عنه وإن الله قدر عليه مسبقا كل ما يفعل وكل ما يختار واستدلوا بقوله تعالى قل لم يصيبنا إلا ما كتب الله لنا يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير ثانيا القدرية أتباع هذه الفرقة يقولون بقدرة العبد على اختيار أفعاله وبالتالي يكون الإنسان مخيرا لا مصيرا وتذهب هذه الفرقة إلى القول بأن الإنسان قادر على فعل الخير والشر ومسؤول عما يفعل يوم الحساب يثاب على ما هو خير ويعاقب على ما هو شر وهذه هي العدالة الإلهية فمن نفى الإرادة والحرية عن الإنسان فقد نفى عنه المسؤولية ونفي المسؤولية نفيا للحساب والعقاب والمحاكمة الأخيرة إذ كيف يحكم الله يوم القيامة بالثواب أو بالعقاب على قوم لم يفعلوا سوى ما قدره لهم ودلت هذه الفرقة على مقولتها في نص آيات تدل ظاهرا على التخيير كقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وأيضا في قوله من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وكان النجاح حليفكم دائما ومن شاء الله يومكا